موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني حمزة بنات تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد قصيدة حشرجات ماذا لديك لكي تقوله والليل قد أرخى سدوله والعمر راح يجر نحو نهاية الشكوى ذيولة كالشمس تجنح للغروب بخطوة الجزاء الملولة قف بي على رسم الهوى نندب بوقفتنا طلولة ما عاد يشغفك القوام والعين الكحيلة ونسائم الأصال في الطرقات تعبث بالجديلة والكأس والخد المورد والنسيمات العليلة واللحن والوتر المرنح والأهازيج الخضيلة ما عاد يستهويك شيء من مطامحك الجليلة ما عدت تعبأ بالذكية في الحسان وبالجهولة ما عدت تحفل بالقصيرة مثل أمس وبالطويلة أيام لم تكن الذي تبغيه تنقص كالوسيلة هبت على المصباح ريح اليأسي واعتقلت فتيلة خذلت كأشجار النخيل ونخوة الخيل الأصيلة حاف وملء الدرب شوك ليس تقدر أن تزيله عار وهذا البرد يرقص فيه أناملكا نحيلة طاو وهذا الجوع ينمو في ملامحك النبيلة صاد وما من غيمة والصيف لا ترجوه طولة ها أنت منكفئ على الماضي وأخيلة الطفولة والبوح صار محرما إلا من الجمل الهزيلة فهربت من شوك الصعوبة نحو أزهار السهولة وطوت يد الأيام أحلام الشبيبة والكهولة ورمتك في الواد السحيق وللأمان المستحيلة كم همت في الوهم الجميل وفي مساربه الجميلة وقضيت عمرك في الخيال وفي خمائله الظليلة والعمر آذن بالرحيل وما شفى قلبي غليلة جيش من الخيبات فيها تطارد الدنيا فلولة كفا قاتل يحسك أوسدم القتيلة وفخار عزته انحناء لم ترى الدنيا مثيلة فدعي البطولة لم يعد معنى لمهزلة البطولة ها أنت وحدك في الفراغ وبمرارته الثقيلة ما عاد حد فاصل بين الرذيلة والفضيلة وتداخلت كل الخيوط وفرصة المنجى ضئيلة وتغيرت كل العناوين التي كانت أثيلة كتب تكون مؤل فيها والكتاب محى فصولة تشكو الخؤولة للعمومة والعمومة للخؤولة وكلاهما شرب دمائك في احتفالات القبيلة لا شيء في كفايك غير الوهم والقصص الخجولة فطو الشراعة وحطم المجدافة واقذف بالحمولة وارجع بأثقل خيبة من رحلة الوهم الطويلة باعوك بالثمن الزهيد باعوك بالثمن الزهيد وهمهم قبض العمولة كم من يهوذى بيننا قد باع للشاري خليلة جبروت شمشون انتهى مزقا على قدم دليلة وأمامها خارت قواه ولم تعد بيديه حيلة قد سامحت جساسة في دم زوجها وعفت جليلة وحنت عليه مجددا والمرء لا ينسى أصوله وكليب لو علم النهاية والمآلات الذليلة ما كان طارحها الغرامة ولا اصطفى منها حليلة سيزيف ملا وحلمه ما عاد يأمل أن يطوله فاسبح مع التيار في دوامة العمر الكسولة وانثر 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 رماد العمر في وجه الفضاءات العميلة بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتاب بعض الناس لا يستطيعون كتابة الرواية لكنهم أبطال رائعون فيها هذه كانت توقيعة الغلاف الخلفي لرواية ماتت رجلا هذه الرواية صدرت عن دار دجلة ناشرون وموزعون في عمان ربما يعني كتوطئة متواضعة قبل الكلام عنها أقول من الرواية بلا خوف سترتدي ما تريد ارتداءه وتخرج من باب البيت لتعرض على أهل قريتها الغولة المخبأة في جرابها لن تجمل صوتها المبحوح ولن تحلق زغب شاربها الخفيف وستعفو حاجبيها شعرها القصير سيبقى رهين المقص بنطالها الفضفاض وقميصها المشدود إلى سرج بنطالها وحزامها مشيتها العابثة وعيناها الدائريتان وكل ما شهده الناس سيمر الآن من أمامهم ليختبر الأبواب هي حكاية أسماء هذه الفتاة التي خلقت وهي يعني تملك خللا جندريا أعابه الناس وربما نحن هنا في المجتمعات الشرقية نخشى من الذهاب إلى علاج الطفل إذا كان ثمت خلل جندري تولد لديه فربما تغلب جينات الذكورة على الأنوثة وربما العكس أيضا فهذه الرواية أتت من أجل دعم الأهل حتى يستطيعوا أن يتخذوا قرارهم بما يخص أطفالهم قبل أن يذهبوا إلى الانحراف والمثلية ربما تكون الرواية قاسية بعد الشيئة وربما يكون العنوان فاضح بعض الشيئ أي ماتت رجلا لكن تبقى الطريقة كيف ماتت رجلا ولا ندعوكم إلى متابعة هذا التقرير الثقافي فعالية كبيرة أغسص يوم المرأة العالمية واللوحة التي اشتغلتها هي خط قديم جدا وحاولت أن أجعله معاصر لطريقتي ويكون لي لمسة خاصة فيه الذي نحكي عنه هذا الخط النسابوري جنة تحت أقدام الأمهات وحطيت التاق أن تتوسط التركيبة الورق هو صنع الأستاذ المصري عمرو المصري صنع يدوي يعني بيقيم أكتر 100-200 سنة الورق والحبر يغبوني كمان نوع يعني جيد جدا لشاني يقيم معنا مع الأيام للزمن طويل ما تتآكل اللوحة الوقت اللي كتير بحبة يعني كتير من اللوحات اللي كتير يعني تعزعها للبين هي غربة ألم وغربة شاعرة وغربة كاتبة أو كاتب أو إنسان ببلده أو خارج البلد غربة روح غربة مهاجر يعني حكيت اللوحة طبعاً مين ما شافها بيهو لحاله بيشوف أنا شو كان لازم أو عفواً شو بدي أحكي عن إيش بدي أعبر عن الغربة عن الإنسان بشكل عام في هون عنا هذه الصورة كمان بتحكي شوي عن قصة الإنسانية وعذابات الإنسانية في هون كلمة صيفة نبدل عشغلات كتير يعني لإنسان وقت اللي بيتشرح تزيادة فبتفقد اللوحة يعني رونقة باتما بيقولوا مشاركت في هذا المعرض كانت في مجال الحرق على الخشب وأيضاً أضفت إلها فن الأكريليك اللوحة اللي قدامنا هذه لوحة أتت بمناسبة يوم المرأة العالمي وكون المرأة الفلسطينية في هذا الوقت بالذات بتعيش يعني أكبر كارثة بشرية ممكن يتعرض لها المرأة المرأة هي الأم، الأخت، الإبنة، اللي شهيد أو هي شهيدة، الأسيرة، المحررة، يعني اللوحة بتحكي عن نفسها صراحة حتى الخارجة من تحت الردم إذا بتلاحظ كمان لون الوجه وهنا نرى شقائق النعمان هي في التراث العربي والفلسطيني وترمز إلى يقال بأنها تنمي أينما وجد الشهداء بسبب لونها الأحمر وفي نفس الوقت هي تعطي الأمل إن شاء الله تأس من ديوان الجلي هذا النوع الخط وهي عبارة عن تليباية وبقلبها آية قرآنية روحاً ورايحاناً وجنة نعيم طبعاً مثل أهمية هالوردة التليب اللي بتطلع مرة بس بالربيع اللي حسيت إنه أجسد المرأة أنيتها هي قديش أهميتها وقدش هي شي حساس وشي جداً مهم بحياتنا وطبعاً بشكر جمعية عرب ترك اللي خلتني أوصل لهون وأشارك بالمعرض فني عبارة عن زخرفة الإسلامية هلمت من الأستاذ الفاضل مصفى أجاود فنان جزائري كبير من جزائر العاصمة لوحاتي عبارة عن زخرفة إسلامية مصنبطة مع نصر طبيعية يعني في أوراق أزهار ما يميزها هي الألوان الهادئة والدافئة في نفس الوقت وأيضاً دخلت في عالم السيراميك وهذه هما أعمالي من سيرامي من أهم لوحاتي هي لوحة المزهرية وصنبطت من خلالها على لوحة الفنان الشهير محمد العاصم مشهورة كثيراً عند هذه الفنان مثل ما قلت من قبل ألواني ولمستي هي دايماً في اللون الفيروزي فعملت تشكيلة من أظهار زخرفة مثلاً عملت الياسامين زهرة القرنفل زهرة السويليب وفي لوب المزهرية عملت الوردة الجزائرية وهي من أحد المميزات الزخرفة المورسكية الجزائرية الوردة مثلاً تركيا مشهورة بالوردة تشيليب لكن زخرف الجزائرية المورسكي هي الوردة من حصائص دي لوحتي الفنية أحب أعبر فيها بتكريم ربنا سبحانه وتعالى للجنة في المرأة جعلها سيدة حور العين في الجنة وحاولت أتخيل الجنة وأرسم الجنة الجنة فيها أنهار نهر من ماء غير آثن ونهر من عسر لذة من الشاربين ونهر من لبن لم يتغير طعمه وأنهار ونهر من خامر لذة من الشاربين طبعاً وطعمه جميل وحاولت أننا أخلي المرأة الفلسطينية موجودة معنا لأن هي اللي موجودة دلوقتي أن ربنا سبحانه وتعالى كرمها إن شاء الله ويدخلها الجنة ويدخلنا إحنا كلنا الجنة وفردوس الأعلى إن شاء الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على كلب البشر أهلاً بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني حمزة بنات استمعوني أرحب بضيفي أهلاً وسهلاً أهلا وسهلاً بكم أهلا وسهلاً أهلا وسهلاً أهلا وسهلاً أتحرك أهلا وسهلاً حياك أعصى يا حمزة الله يحيي فرصة طيبة أهلا وسهلاً حضرتك حصلت على جائزة المركز الأول على مستوى الأردن في مسابقة وزارة التربية للخط العربي اللوحة التي فازت بهذه المسابقة كانت مكتوبة بالخط الدواني الدواني نعم هل اللجنة المشرفة على هذه المسابقة تشترط شكل الخط؟ نعم هي اللجنة كانت مقسمة في أربع محاور الخط الفائل، الخط النسخ والرقعة للطلبة وخط الديواني وخط الفارسي للمعلمين فأنا اخترت الخط الديواني يعني أنا أحب خط الديواني فاخترت خط الديواني وهي من اخترت النص طبعا نعم حضرتك مررت على قلت الخط الفارسي حقيقة نتحدثت مع الخطاطين السابقين نعم الخط هو عربي فلماذا سميه؟ بعض الخطاطين يقولون اسمه التعليق نعم هو التعليق أصح نعم التعليق ونص تعليق أصح فلماذا ارتبطه بكلمة الفرسي هو ليس فارسيا بالمناسبة ولكن سمي الفارسي هو خط عربي هو مننا تجاوزا عندما كان يكتبه أهل الباكستان وأهل الإيران وكذا يعني في بلاد فارس يعني كانوا يستخدمونها وهم يحبذونه ولكنه في الأصل هو خط التعليق فعلا ولكن أنا نقلت التسمية كما سميت في وزافة يعني هكذا سميت في وزافة التربية كثير من من يتحدث عن الخط يقول لك الخط الفارسي لكن بعض الخطاطين يقول لك هو اسمه خط التعليق نعم اشتهر بالفارسي لأنه يكتب هناك كثيرا يعني حتى لوحاتهم وحتى كذا موجودة فيهم هو خط عربي أصيل وكان يعلق به على هوامش الكتب فسمي التعليق وهو فيه يشبه أيضا خط النسخ فسمي النس تعليق ولكن يعني هي كلمة فارسي نسبة للبلاد التي تكتبه كثيرا ونحن نشتهر بكتابة خطوط كالثلث والنسخ أكثر فهم أحبوا ذلك الخط يعني قد يكون لانسيابيته وهم يعني لم يبتدعوه ولم يبتكروه لكن هم كتبوه بكثرة فسمي نسبة لذلك ليس أكثر نعم جميل كم كان عدد المشاركين في المسابة؟ هي من جميع مديريات التربية ولا أستطيع حصر العدد ولكن في التصفيات النهائية كان في كل مديرية في ثلاث مراكز ومن ثم على مستوى الإقليم يعني كل مديرية اللي هي كل منطقة يكون ثلاث مشاركين أول ثاني ثالث في كل خط ثم يعني تحدث هناك تصفيات بعد التصفيات في تصفيات على مستوى الإقليم أول ثاني ثالث ثم على مستوى المملكة على مستوى وزارة التربية كانوا في التصفية النهائية ثمن خططين يعني المركز الأول والثاني من كل خط فكان ثمن خططين بالنسبة للمعلمين وأيضا ثمانية بالنسبة للطلبة وكانت كتابة مباشرة يعطونا نص جديد وهذا النص الجديد هو الذي يعني أصبح كنا حكمنا على النص الذي أعطونا إياه ثم بعد ذلك كتبنا نصا آخر كتابة مباشرة وعليه آية حصلت على المركز الأول بفضل الله بمزامنة مع اللوحة السابقة التي حددت من الوزارة جميل اللوحة احتوت على آيتين الآية 39 والآية 40 من سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى هذا نص محدد من اللجنة طبعا اللجنة حدث نعم فكان هذا محدد من اللجنة وقط النسخ محدد من اللجنة يعني حتى تكون المعيار واحد فأنت تأخذ النص من اللجنة تكتبه وتقدمه كلاوحة جاهزة بعد ذلك يعني في التصفيات النهائية نص جديد وكتابة مباشرة أمام اللجنة يعني اختيار هاتين آيتين هل فيها صعوبة في الخط ذلك اللجنة يعني نعم طبعا هو بكون في ذكاء في اختيار النصوص كل يعني نص بيعني يمكن أن أستخدم فيه مدات أو حروف السين أممكن أعمل علاقة في اللوحة فهذه العلاقة يعني ستعرف اللجنة إذا كان الخطات ملما بها وسيوظفها توظيفا صحيحا أم لا وكانت كلمة الإنسان ممكن أن تكتب بأسنان ممكن أن تكتب بشكل المد اللي هو يعني تشبه الكأس فأنا يعني من فضل الله يعني على دراية بخط الديواني بشكل جيد فكان الأمر بسيط حتى أن يعني حرف الألف المقصورة في نهاية كلمة يورا نعم كانت يعني إذا كتبت على السطر فسيكون هناك خلل في النظر فرفعتها إلى الأعلى يعني خروجا على القاعدة فرفعتها إلى الأعلى حتى تتناسب مع ارتفاعات السينات إذا هناك اجتهادات للخطات ممكن أن يتلاعب ويمكن أن يوظف الخط يعني معروف أن الخط شكله واحد نعم ديواني شكله واحد قواعده واحد نعم إذا هناك يعني تعتمد على اجتهادات الخطات كيف أنه يوظف نعم في التركيب إبداعهي في التركيب نعم، في التركيب أو في التسطير ولكن ضمن القاعدة يعني حرف الألف ست نقاط ست نقاط نعم يعني حرف النون نقطتين أو نصف ثلاث نقاط لا مجال لذلك ولكن أنت في توزيع اللوحة في توزيع أين يكون المد وأين يكون السحبات من الأعلى إلى الأسفل هذا هو اجتهادك في هذا المجال فقط جميل لاحظت ساد حمزة أن الكلمات كانت بدون تشكيل نعم يعني أنها خلت من الحركات الإعرابية هل أمر مقصود أم نعم هو ليس مقصود مننا ومترك للخطات نعم هو الخط الديواني بالمناسبة هو خط عثماني يعني هو خط لم يمتدعوه العرب بداية وأنا أعتقد يعني هو ليس الموضوع عرب أو غير عرب هو أين يتكون الحضارة يعني يكون الخط فعندما كانت الحضارة في الدولة العباسية في بغداد كان الخط بغداديا وكان ابن مقلى وابن البواب وياقوت المستعصم وعندما أصبحت الحضارة في بلاد عثمان يعني في الدولة العثمانية هناك يعني تدعى الخط وقد يكون يعني هذا لأنه يعني هنا مركز مركز ثقافي نعم فكان الخط الديواني الخط الديواني كان يكتب على شكل شيفرة يعني هو خاص فقط في الدواوين السلطنية وليس لعامة الناس وليس خطا فنيا مثلا كخط الرقعة مثلا هو كان يسمى أصلا رقعة الباب العالي كان يسمى الخط الديواني رقعة الباب العالي يعني خاص بالمراسلات والمكاتبات والمراسلات نعم والفرمانات والإنعامات السلطنية فكان يكتب بطريقة سريعة نعم وكان يكتب من غير العرب غالبا فلذلك هم لا يهتمون في ظني لا يهتمون للتشكيل بقدر ما يهتمون في إيصال السلطن العامل أنه كان يكتب باللواء العثمانية أو التركية يعني بحروف عربية فلذلك هم لم يكن يهتموا بالتشكيل ثم يعني مع التطورات يعني جاء أستاذ مصطفى غزلان المدرسة الديوانية المصري يعني أضاف بعض التشكيلات ولكن بقيت مقتضبة تقتصر على الشدة على الهمزة على هذه الحركات فقط يعني طيب اللجنة لا تحاسب على ذلك؟ هي تعلم تماما هي تعلم تماما أن هذا من سمات الخط الديواني فتعلم يعني على عكس خط النسخ أو خط الثلث الذي يكثر فيه التشكيل بالمناسبة هذا ما جعل خط الجلي ديواني الجلي ديواني هو خط منقط ويعني مشكل فيه الكثير من التشكيلات يعني هو مفتدع من الديواني نعم بعد الديواني حتى يملأ الفراغات وحتى يعني يحل هذه المشكلة ولكن في الأساس وظيفة خط الديواني كان للمراسلات وكان كشيفر ثم أصبح خطا فنيا فلذلك هو بقي على هيئته وبقي يعني متنسكا بهذه المواصفات بعدم التشكيل إذا أراد الخطات أن يجتهد ويضع التشكيل يضع الحركات الأرابية يعني تصبح يعني وكأنه ليست ديواني وكأنه ليست ديواني يعني الخط الديواني الخط الفارسي الخط الرقعة هي من الخطوط لا تقبل التشكيل إذن الخط الديواني أخذ هذه الميزة نعم أنه يخلو من التشكيل إلا من المهم الذي قد يعني يكون له لبس أو لبس في القراءة نعم يعني حسب ما طلعت على مسيرتك في الخط أنكم تقيمون ورش بالخط بين خطرة وأخرى في المدارس في الجامعات بدي أن نطلع على هذه الفعالية ماذا تقدمون لمن يدخل ضمن هذه الورش كمتدرب نعم الآن أكثر فئة تحتاج إلى التوجيه نعم بداية يعني أنا قد لا أعلم الطالب الخط في فترة دراسته أو في فترته الجامعية ولكن التوجيه نحن نعلمهم أبجديات الحروف نعم في خط الرقعة مثلا في خطر النسخ إذا كانت الرقعة قد يعني أخذت أدوات الخط كيفية تجهيز أدواته يعني كنا في السابق يعني نبحث عن من يرشدنا في مجال الخط أيما بحث يعني فأنا الآن لما أجد طالب من طلابي أو مدرسة أزورها أو جامعة أزورها وأجد أن في استعداد عنده مباشرة أهديه قلم وأهديه محبرة وأهديه ورق وأقول له ابدأ وأكتب وأنا معك فنحن نعلم أبجديات الخط اللي هي مفردات الخط نعلم ميزان النقط إذا استطعنا يعني حسب ساعات التي يمكن أن تكون متاحة والورق والحبر وكيفية تعامله والمصادر التي قد يستقي منها الكراريس والمواقع الآن على اليوتيوب أو كذا نعم نعم هذا ما نقوم به ما الفئات التي يعني دائما لها الرغبة لأن تتعلم يعني فرون الخط نعم يعني هذا موضوع واسع يعني قد يكون في عمر الستين ويرغب وقد يكون في عمر العشرة ويرغب ولكن أنا يعني أعتقد أن سن النضوج الذي يمكن أن يميز فيه الشخص أن هذا الخط أو هذا الفن جميل يعني أتوقعه في عمر الثاني عشر يعني لغاية يعني ما شاء الله لأنه يعني هذه هي التي يبدأ يعني هذه الفترة التي يتكون فيها الجمال وعدم الجمال عند الإنسان جميل حضرتك تحمل تخصص اللغة العربية نعم وتمارس مهنة التعليم نعم وفي الوقت نفسه أنت خطاط محترف هل ترى من الضروري أن يكون معلم اللغة العربية عارفاً بفنون الخط؟ نعم أنا أراها حتماً نعم حتماً نعم يعني عارفاً لا أريد أن يكون خطاطاً يعني محترفاً ولكن عارفاً يعني أنت استخدمت الكلمة فعلاً في مكانها يعني حتى أنا يعني أقول أن في الجامعة كنت أتمنى أن يكون هناك مساق يعني مادة جامعية لتعلم الخط العربي لطلبة اللغة العربية نعم يعني هذا يعني يجعل من المعلم مكتشفاً لبعض الهواية يعني ليست هواية مواهب قد تكون موجودة عند طلبته يعني أنا أول ما تعلمت الخط تعلمته من أستاذ خطه جميل أستاذ طارق مروح أسئل له التحية إن شاء الله يعطيه العمر وكنا نكتب كراسة خط الرقعة في المدارس كراسة خط الرقعة كانت فيها مفردات واتجاهات وفيها كتاب الآن هي غير موجودة وكنت أكتبها مرات متتالية فهو الذي يعني أرى أنه اكتشفني يعني نعم فشجعني وصرت يعني كأني أحمل مسئولية أنني بحاجة إلى أن أطور أفضل تعال أكتب على اللوح يا حمزي أكتب على اللوح فأنا أرى أن هذا يعني شرف عظيم نعم فبالتالي يصبح أتعلم وأنكب على تعلم الخط وكأنه أصبح مسئولية فأنا أرى أن المعلم اللغة العربية يجب أن يكون كذلك ونحن قدمنا للمعلمين بالمناسبة ورشاة كثيرة للمعلمين كيفية تعليم طلاب الخط يعني كيف يوجه الطالب لتعليم الخط ليه المعلمين نعم أثرت موضوعا مهما وهو أنه يفترض أن يكون هناك حصة في قسم اللغة العربية في الجامعات لتعلم الخط لماذا لا تعملون على هذا الأمر يعني هي تتبع لنفس السياقات يعني عدد الساعات التي مثلا اللغة العربية 133 ساعة توقفها يعني فيه مساقات معينة هناك ما هي مساقات اختيارية وهناك مساقات إجبارية أتوقع أنها قد تكون المشكلة عند الجامعات عدم وجود الأساتذة الذين يدرسون في الجامعة فأنا أقول وأطلب من وزارة التعليم أن تستعين بخططين كثر خططين كثر في الأردن يعني لو أعطى هذه المادة خطاط محترف فبالتأكيد سوف يتعلم منك طيب جمعية الخطاطين لماذا لا تنسق مع الجامعة بهذا الخصوص يعني أيضا تجد فرص عمل للخطاطين نعم نعم يعني نتمنى ذلك يعني ليس لدي المعلومات الكافية ولكن أتمنى ذلك بالعكس يعني أتمنى لم تشتغلوا على هذا المجال؟ لا يعني في هذا المجال أتوقع أنا التعليم العالي وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم العالي قسم التعليم العالي هو المسؤول عن ذلك في الجامعات أما نحن في المدارس فنحن نعمل يعني نعمل دون كلل أو ملل نقيم النشاطات ونقيم الأورش ونقيم المعارض في كل وقت يعني يمكننا ذلك فنفعلها نعم جميل نكمل بعد الفاصل مع ذرتنا بسال الحمد لله فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم ومن جديد ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني حمزة بنات فاسمحوا لي يا مرحبا بضيفي أهلا وسهلا بك أهلا تحياتنا سهلا حمزة حياك الله كنات حدث قبل الفاصل عن ضرورة أن يكون هناك درس للخط في قسم العربية في الجامعات وحضرتك يعني سألتك عن هل هناك فكرة تنسيق وتحدثنا في هذا الموضوع وحضرتك الآن كما نعرف أنك تمارس مهنة التعليم وقلت أنه في الوقت نفسه أنت خطاط ماهر إلى أي مدى وظفت احتراف الخط في مهنة التعليم يعني هو في الحقيقة أنا أرى أن كل معلم لديه الفرصة الكبيرة يعني ليوظف أي موهبة لديه وخصصا يعني إذا كانت في الكتابة يعني فيعني المعلم هو أكثر ناس كتابة يعني الآن نحن قمنا بعمل ورشات لبعض الطلبة في بعض المدارس يعني مدارس مختلفة يعني ليس مدرستي فقط مدارس مختلفة قمنا بعمل كثير من الورشات وبعد ورشات كان هناك أيضا معارض لأعمال الطلبة نعم نقوم بالبحث عن الطلبة الذين لديهم هذه الموهبة نعم ونعززها فيهم ونستطيع أيضا يعني أن نقول أن المعلم هو أول من يكتشف الخطات منذ نعمة أطفاله يعني أنا عندي تلميذ ما شاء الله نجيب وأنا أتنبأ له بأيضا مستقبل هو عبدالله ماجد يعني نوجه له التحية يعني يظهر لديه هذه البوادر منذ صغر عندما ندعمه وعندما نعلمه بالأدوات ونعطيه هذه الدفعة أكيد سنطلق بانطلاق أفضل من ما حصلنا عليه نحن بأي طريقة ممكن أن تكتشف أن هذا الطفل أو هذا الطالب لديه موهبة نعم يعني هو بداية أعماله الكتابية اللي هو واجباته اليومية وكتابته ومن ثم يعني تمكن أن تختبره في بعض الاتصالات وبعض جماليات السطر يعني سطر هذا الطالب جميل فيكون لديه استعداد جيد أكثر من زملاء وعلم أن الخط يعلم يعني هو الخط من الصفر يعلم يعني هو يختلف عن الرسم يقال أن الرسم موهبة والخط يعني موهبة ولكن إذا جانب الموهبة بإمكان يعني أي خطات أن يعلم الخط من الصفر إذا كانت هناك الرغبة طبعا في البداية جيد سهل يعني هل هناك نموذج ممكن أن تذكره لنا أنه من خلال متابعتك للطلب أنه وجدت مثلا بعض الطلاب موهبين في موضوع الخط وتم احتضانه من قبلك فهل هناك تجارب أنه الآن نعم في مسيرة الخطاطين هناك طالب من ضمن طلابك أكيد طبعا يعني بداية إحنا يعني أوراق الامتحان الأول يعني قد تكشف لنا فكان في طالب يعني كتب موضوع تعبير بخط مميز ومنمق ويعني هو يعلم أني خطات يعني يعني كما نقولها يعني وضع يده على الجرح يعني جميل هو يعلم أني خطات فدغدق مساعري بهذه الكتابة الجميلة كتب بخط جميل ونمقه ويعني جعل يعني لوحة يعني جعل موضوع التعبير لوحة فنية وترك باقي الامتحان يعني لمصيره هو طالب مصطفى مهداوي اسمه الله يسهل عليه الآن يعني نديته يعني وشكرته جدا ويعني عززت فيه ذلك نعم ومن ثم بدأت معه يعني منهاج للخط العربي الأدوات وتعريف الأدوات وكيفية تجهيز الأداء جميل والأوراق وإلى آخره وأنا أتابعه لغاية الآن يعني جميل هناك لوحة لك فيها خط حرف الألف فقط كثير من الخطاطين أجد لديهم هذه اللوحات حرف واحد فقط خط وخاصة الألف يعني يتكرر الألف عند أكثر من خطاط ما سر هذا الحرف يعني هذا الحرف هو بداية الأبجدية بداية نعم ولكن هو وقوف الألف يعني في نظري أنا وقوف الألف يعني هو يعني رمز لشموخ العربي ووقفته كالطود يعني فهذا يعني فيه ارتباط بيد الخطاط يد الخطاط تكون أيضا قوية وتكون يده بقدر ما فيها من النعوم وبقدر فيها من الثبات نعم هذا الحرف يعني يجسد السيف ويجسد وقوف الرجال في الميادين نعم الخطاطين يعني يعني أقول لماذا يعني الخطاطين يكتبوا يكتبوا الخطاطين لأنه فيه أسرار فيه أسرار كثيرة حرف الألف خطة خاصة في خط الثلث نعم الألف فيه يعني حركات معينة أنت تظهر للعامة أنها خط مستقيم ولكن هي فيها صدر وفيها عجز وفيها وقوف وشموخ ونهايتها يعني فيها ذيل ولها حلية يعني هي يعني تقريبا تبين مدى إحاطة الخطاط بأسرار جميل كثير من الخطاطين أيضا يتمرسون على كتابة الأبيات الشعرية وجدت لك لوحة فيها أبيات للإمام الشافعي الذي يقول فيها إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فداحه ولا تكثر عليه التأسفة حتى تصل أبيات إلى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة يعني لاحظت فقط هذه اللوحة الوحيدة ضمن لوحات أعمالك يعني هل اشتغلت على تجارب شعرية أخرى نعم هي لايست لوحة بمعنى اللوحة هي يعني كانت تمرين نعم يعني مسابقة كونسة أشارك فيها هي مسابقة العقبة فيعني لم يكن هناك المجال لمشاركة فأجلت مشاركتي والحمد لله يعني شاركت في الموسم الذي يلي الآن يعني الخطاط يحب أن يكتب كل الكلام الجميل المأثور ويحب الشعر نعم يعني الخطاط بطبعه هو إنسان مرهف ويحب كتابة الشعر أنا كتبت هذه القصيدة وكتبت أيضا بانة سعاد وفقل باليوم متبول وكتبت أبيات شعرية كثيرة ومنها كتبت بيت شعري قلته أنت يعني أنا أيها بيت نعم تقول أنضيت كل سنية لعمري مرتاحلا مرتاحلا زاد الهوى وعليسي في الأساء قلب جميل هذا أحب هذا البيت فكتبته أي مفاجئة جميلة يعني نكتب الشعر ونحبه إلى جانب طبعا كتابة القرآن الكريم هذا من قصيدة ضمع الأمنيات نعم ضمع الأمنيات قصيدة جميلة أنا استمعت لها ويعني ملك هذا البيت لبي لماذا وقع الاختيار على هذا البيت لأن فيه القلم فأنت تكتب شعرا بقلمك وتكتب القوافي وأنا أكتب ما نظمت بقلمي وأخط ما نظمت يعني فهذا يعني ما جعلني أكتب جميل يعني تخصص لغة عربية يعطيك مساحة واسعة في تذوق الشعر وانتقال بالطبع القصائد البيتات الشعرية جميل يعني هذه ميزة لك نعم هذه نعمة يعني نحن نذكر الله عليها نعم جميل هناك لوحة لك يا لوحة الكرك حقيقة حملت مقولة هذه اللوحة بين الكافي والكاف راء الرجول جميل كرك كاف كاف وراء بينها يعني ما سر احتفائك بالكرك بدون المدن الأردنية الأخرى والله الكرك أنا درسته في جامعة مؤتة فالكرك يعني كانت موطني في أيام الشباب يعني أنا مضيت فيها أربع سنوات ماشا يعني كنا نسكن في الكرك نعود إلى أهلنا في عمان كل أسبوع وفي بعض المرات أسبوعين وثلاثة وشهر فكان لنا أصدقاء وكان لنا جيران وكان لنا علاقات وكانت يعني فيها ذكريات كثيرة فارتباطنا في الكرك يعني ارتباط وثيق انتباط الذكريات هذه اللوحة كانت في وزارة الثقافة في مدرية الثقافة في الكرك وكانت تبعد أمطارا عن المكان الذي كنت أسكن فيها أيام دراسة الجامعية يعني فكتبت الكرك وأنا كنت أطل على قلعة الكرك من أمامي هذا المركز يعني اللي هو في منطقة المركز إذن هذه المقولة لك يعني لا هي لست لي هي مقولة يعني في أحداث قلعة الكرك كانت هناك يعني هبة شعبية ووطنية حتى في أحداث قلعة الكرك وقيلت هذه الكلمة في ذلك الوقت فعجبتني فكتبتها تقصد أحداث قلعة الكرك إثناء الدولة العثمانية لا يعني في منذ سنوات يعني لا استطيع حدد الوقت بالضبط يعني تحصن مجموعة من الإرهابيين في قلعة الكرك وكانوا مطاردين نعم 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 يعني كان أهل الكرك هم من حرروا قلعتهم يعني فكانت هذه المقولة في ذلك الوقت نعم جميل يعني أظن أنك استخدمت شكلين للحرف في هذه اللوحة نعم خط الثلث وخط النسخ وهما توأمان يعني خط الثلث وخط النسخ توأمان يعني من يخط النسخ يسعى لتوظيف أو لكتابة الثلث معه وهما خطان متعلامل كما الرقعة والديواني خطان يعني قريبان والنسخ والثلث ويعني معظم الخطاطين في رقاعهم وفي الحلية الشريفة يعني كتب الحلية الشريفة الحافظ عثمان يعني في زمن الدولة العثمانية هو أول من كتب الحلية الشريفة الحلية الشريفة كانت فيها البسملة بالثلث ثم صفات ومناقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسخ ثم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالثلث وكانت طبعا تزينها أربع دوائر فيها أسماء الخلفاء الراشدين فكانت هذه تزين بها البيوت والقصور وتسابق فيما بعد الخطاطين على كتابة هذه الحلية الحلية الشريفة وحتى منهم من كتبها مرتين وثلاثة وعشرا يعني يحاول دائما أن يكتب الحلية ودائما في الحلية يكون خطي الثلث والنسخ يعني هم خطان توأمان ومناسبان لبعضهم جميل لك لوحة فازت بجازة مسابقة العقاب للخط العربي دورة عبدالقادر الشهابي نعم من هو عبدالقادر الشهابي؟ عبدالقادر الشهابي هو خطاط يعني مهضوم حقه قد يكون للفترة التي عاشها هو خطاط من فلسطين فلسطيني مقدسي من بيت المقدس وهو كان يعني أول من وضع كراريس الخط لفلسطين لدولة فلسطين ابان الانتداب البريطاني وفي زمن الحكم الأردني في العهد الأردني فكان هو من كتب كراريس المدارس وهو كان معلما في المدرسة الراشيدية وفي معهد المعلمين حين كانت حصة الخط يعني أو درس الخط كان يعني يعاقب عليه من يهمله ومنها اكتشف خطاطين مثل الخطاط الفلسطين المعروف محمد الصيام وهو من تلاميذي معروف محمد الصيام ومحمد الصيام يعني هو يشيد بأستاذه عبدالقادر الشهابي ويقول هو أعظم خطاطي فلسطين فيعني له آثار أيضا في المسجد الأقصى وفي المدخل الغربي للمسجد العمري يعني له آثار ما زالت موجودة يعني قلت أنه درس الخط كان من الحصص الملزمة نعم والتي يعاقب عليها من يهملها المعلم نعم نعم وهذا يعني ما يعني لماذا الآن لا أعزوه إلى حسن الخط في ذلك الوقت يعني هذا السياق لماذا لا يعتمد الآن في الجامعات في المعاهد هو يعني محتمد بطريقة يعني على استحياء نعم الآن في كراس نعم نحن تكلمنا به قبل الفاصل نعم نعم يعني في المدارس يوجد كراس خط ولكن هذا الكراس الخط ليس بخط يدوي يعني جميل يعني حتى يدخل فيه جزء من الحاسوب نعم ويعطي عدة خطوط للمرحلة الواحدة يعني طالب مثلا كصف سادس يطلب منه النسخ والتعليق والرقعة والديوان هو اللي يستطيع أن يلم بها ويشرح للطالب أن هذا شكل الخط فيه تقصير فيه تقصير يعني أنا أرى في كوني في الميدان يعني في التدريس فأرى هناك تقصير يعني يعني حتى تهضم هذه الحصة ويعني كانت يعني في السابق الكيراريس يعني حصة كراسة الخط للرقعة نعم حتى إن لم أتعلم وأكون مبدعا خططا مبدعا فأنا أحسن خطي يعني نعم فالآن يعني يبدو أن هناك فيه يعني القليل من الاهتمام على استحياء كما قلت وإذا لم يكن المعلم هو مهتم بالخط ومحب للخط فيعني سيضيع الكثير على طريق كيف جاءت فكرة أن تسمى هذه الدورة بدورة عبدالقادر الشهاد يعني هي تعود لللزنة المنظمة الأستاذ ياسر الجرابع والأستاذ علي الجزاوي يعني الأستاذ هاب ثابت أظن أيضا يعني كانت هذه المسابقة للمرة الأولى يكون فيها مشاركين من الأردن ومن فلسطين يعني هذه يعني جاء تقريبا 25 خطاطا من فلسطين وقدموا هذه المسابقة كتابة مباشرة إلى جانب إخوانهم في الأردن فكانت يعني هي صراحة فعالية ثقافية يعني ذات مستوى عالي ويعني مشاعر جياشة يعني كانت وبعدها بيوم كان هناك أحداثا يعني منعت يعني منعت حتى إخواننا بفلسطين من العودة يعني كانت هي 16 كانت 6 أكتوبر يعني فكان اليوم التالي هو يعني بداية يعني العام الماضي نعم العام الماضي هذه الدورة ذاتها فكانت التسمية لأنها أول مرة يشترك فيها خططي الأردن وفلسطين يعني هذا ما أعرفه نعم جميل حضرتك تعمل على تجهيزة أقلام الخط الاحترافية المعدنية وغير المعدنية فبدي أن نصلط الضوء على ما هي أنواع الأقلام المستعملة في الخط وكيف يتم تجهيزها نعم بداية يعني يقول ابن مقلى وهو يعني أبو الخط يعني الحديث يقول ملاك الخط حسن البراية ومن أحسنها يعني ومن أحسنها سهل عليه الخط يعني كانت هذه بداية يعني تعلمي أو اهتمامي بالأدوات أن الأداء هي شيء أساسي في أن يكون خطك جيدا فنبدأ بالقصب يعني هو المعتمد القصب ولكن القصب وجدت أنه غير متوفر دائما فعملت الأقلام من أي شيء يعني أي شيء عملت منه قلما عملت قلما من البلاستيك الأكريليك عملت أقلام من عظم قرن خروف نعم صنعت أقلام مثلا من الأعواد الصينية أعواد الأكل الصينية من كل شيء يعني فوجدت أن هذه المواد أنت أول من عمل عليها قد يكون هناك لا يعني أنا لا يعني لا يعني قرن الخروف يعني قد يكون هناك من صنعه ولكن أنا كما قلت يعني أنا أول مثلا من صنع قلم من علاقة القلم يعني علاقة القلم أنا عملت منها قلم ويعني كان هذا بسبب قلة الموارد يعني فمنها ما هو يدوي بالكامل ومنها ما يستخدم فيه الآلات يعني كدريل يعني الخفيف والتنعيم بالصنفرة وهذه الأدوات هي شيء أساسي في الأدوات أي الأنواع من الأقلام هي الأسلم والأجمل للخط القصب القصب البوص يعني هو الأجمل ولكن في الكتابات الدقيقة يكون المعدن يعني أكثر دقة ويعطيك تفاصيل أو مفاصل الحرف التي تريدها يعني تفضيل القصب كونه يستطيع أن يمتص الحبر أكثر نعم يمتص الحبر وسلاسته على الورق نعم هو أسهل في مرحلة متقدمة يعني عندما يصبح الخطات مقدرا أكثر يستطيع استخدام المعدن وكانت أيضا موجودة يعني أقلام المعدنية اللي هي السليات اللي هي رأس المعدني يوضع على مقبض موجودة من أيام العثمانيين أيضا كتبوا بها يعني الكتابات الدقيقة تحتاج إلى شيء دقيق إما قلم الجاوي وإذا لم يتوفر فالقلم المعدني ولكن القلم المعدني يأتي بقطة إنجليزية أو غير عربية يعني مستقيمة ونحن بحاجة إلى الميل فهذا الميل نحن نجهزه ثم ننحت القلم بحيث يصبح شكله يعني شبه يعني كالفازة يعني مظهرية مثلا نعم بهذا الشكل بحيث يكون يعني جميلا وأستطيع الرؤية منه ما أكتبه على الورق فهذه أيضا من الأشياء التي أعتز بها يعني أنني أستطيع تجهيز الأقلام يعني كيف تستطيع الرؤية من خلال القلم القلم إذا كان عريض يعني إذا كان عريض يمنعك من رؤية مفاصل الحرف التي تكتبه نعم أو التي ستكتبه نعم لكن عندما يكون منحفا من الجهتين يعني ننحت القلم من الجهتين يصبح هناك مدى أحسن لرؤية رأس القلم وهو يكتب نعم أنت يهمك أنه مقدمة القلم فقط مقدمة القلم اللي هي القطة تكون على الورقة لا أريد أن يكون ما وراء القطة هو أكبر من القطة لازم يكون أقل منها نعم يعني إذا ما بعد حافة القلم تخصر هذه نعم تخصر يعني تنحت وتخصر بطريقة يعني شبه أقواس من الجهتين نعم بقدر ما يحب الخطات هناك خطات يحب العنق الطويل للقصبة أو للقلم هناك من يحب العنق الأقصر ولكن كل ذلك يعني لا يمكن أن يكون إلا إذا كان مخصرا يعني القلم شكرا لك الخطات الأردني البارأ حمزة بنات على هذا الحوار الجميل وتونا لك التوفيق والمزيد من النجاح والتميز أشكرك أنا سعيد جدا بهذا اللقاء سعيد جدا أني على قناة الرافدين وأني بصحبتك الساعر ما شاء الله الفذ والإعلام الجميل ما شاء الله سيد محمد أنا ساكر جدا لكم هذا اللقاء الجميل أنا اشترف فيكم شكرا لك سيد محمد شكرا لك سيد محمد أحزان مشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم